السلام عليكم و اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحكمة قصة حلقة النهاردة اللي هيحكيها لكم اكبر دليل على ان في عقول رجعية قديمة لسه بتتعامل مع المرأة على انها جسد مشروح على انها كائن غير مرغوب فيه وبيفضل الزكور على الاناس مقساة بطلة حلقة النهاردة بدأت في مرحلة التمانينات كانت ضمن اسرة عربية سابت بلدها بحثا عن لقمة العيش وراحت عاشت في بلد خليجية بدأت معاناتها من اول ما تفتح ذهنها على الحياة وبدأت تفهم وشافت معاملة سيئة جدا من ابوها اللي كان بيكره البنات وبيفضل عليهم الولاد ليها اخين اكبر منها وهي البنت التالتة اللي كان غير مرجوب فيها وكان دايما بيشخط فيها ما يقعدهاش مثلا على حجره وقت ما تكون بتلعب حواليه يزعق لها ويدربها ويبعدها عنه ومن هنا حست الدقيق الراجل ده بيكره البنات وكان بيفضل الولاد عليها وبيدلعها بتقول مأساتي استمرت كام سنة لغاية ما امي حملت وخلفت بنتي كمان وهنا يعني كم المعاملة والغلزة اتفرق علينا احنا الاتنين علي وعلى اختي وده خفف الحمل عننا شوية بتمر الايام الراجل ده بعد معاملته السيئة على حد ما هي بتقول مرد ومرد مرض شديد جدا وتقريبا رأت في الفرشة خلاص ما بقاش يشتغل وبقى الاعتماد بالنسبة للدخل على الام اللي كانت بتشتغل في محل الراجل تدهورت صحته لغاية مقابل وجه كريم بتستمر الايام والاسرة دي بتمر عليها الايام والست بتشتغل وبتصرف على الولاد ومقيمة في الدولة الخليجية دي لغاية ما حصل موقف فارق في حياتهم انه الولد الكبير للام دي تخطى العشرين وعايز يتجوز حقه فيش اي مشكلة ولكن كانت الصدمة بالنسبة للام انه عايز يتجوز بنت مش على ديانته دي من دولة اسيوية وعايز يتجوزها بس هي مش على ديانته فعلشان يرضي البنت شرطها الاساسي كان انه يدخل ديانتها بالفعل كانت حصرة كبيرة للام وديقت وقطعته وهو كمان مهموش لانه كان شار البنت قوي وكانت مسيطرة عليه وبعدين راح اتجوز البنت دي في منطقة بعيد قوي بعد ما تجوز وخلف فضل قلب الام متعلق بالطفلة اللي خلفها الولد ده وكانت بتقطع مسافة طويلة لمجرد انها تلقي نظرة على حفيدتها وترجع مرة تانية بتمر الايام لغاية ما بطلة الحلقة دي بتتجاوز 18 سنة من العمر ويوم من الايام رايحة لولدتها في المحل اللي هي بتشتغل فيه فبتصرحها ان فيه شاب اكبر منها شوية في السن ولكن راجل كويس وبيشتغل وتمام عايز يتجوزها يا امي لانا لسه 17-18 سنة انا شايف انه كويس وما عندوش اي مشاكل باختصار البنت بنت 18 سنة بتتجوز بعد ما تجوزت اتفاجئت بانه الراجل بياخد ادوية متضايق شوية هبطان شوية بتتفاجئ انه الراجل مريض ومرض بيحتاج علاج لفترات طويلة بتاخد الام الراجل ده اللي هو جوز بنتها وتروح به المستشفى هنا والمستشفى هنا وبتخبي عن البنت انه طبيعة مرضه وهو كمان بيتفق مع الام انه يخبي على البنت طبيعة مرضه اللي بيحول دون كونه يخلف واذا يخلف فبالتأكيد الخلفة دي ممكن يبقى عندها مشاكل كتير قوي فبتحذر بنتها تقول لها ما تخلي فيش منه لغاية ما نشوفها تعالج ازاي بيسيب البلد الخليجية بيروح بلده يقعد سنة وسيب البنت بنت بتقول مرت عليها الايام ايام عصيبة جدا وانعايش مع امي متعلقة لانا عارفة الراجل ده هيرجعلي ولانا ارجعلي وكان المراسلات في وقتها صعبة شوية جوابات بتسافر وجوابات بترجع اللي اتصالات كانت عزيزة شوية بتمر بيها الايام الراجل بيرجع وبيعوضوا فترة صغيرة جدا وبينتقل الى الرفيق الاعلى توفي بتقعد البنت مع امها على حد ما بتقول حوالي 17 سنة لا هي قادرة تتجوز ولا هي قادرة تعيش كده باوامر اخوتها كل لما ييجي عريس لها كان اخوتها بيعادوا الدنيا خصوصا انه في بعض الناس لما بيعرف انه الولد ده علشان خاطروا واحدة تانية ساب ديانته ودخل ديانة مش مستحب طبعا انه يعرف انه ام اولاده في فرع من العيلة عمل التحول ده فكانوا بينفروا منها وكانوا بيبعدوا الاخ والاخ التاني بيقرروا ان هم يسيبوا الدولة الخليجية دي وبيسحبوا بعض واحد وراء التاني وبيهجروا الى دولة اجنبية وبيقيموا فيها بعدها الام حالتها الصحية بتتدهور وبتسيب الدولة الخليجية وبترجع البنت تعود مع امها حوالي سنة لغاية ما الام بيت توفي وبتقابل وجه كريم البنت بتقول انا كنت مقيمة في الدولة العربية التانية دي تحديدا في دولة الاردن وكنت يعني عايشة مع ناس قريبة من بعيد لكن اهلي خلاص ما بقاش عندي اهل بقيت مقطوعة من شجرة الاخوات الاتنين مهاجرين لدولة اجنبية الام انتقلت الى رحمة الله الاب انتقل الى رحمة الله طب اعمل ايه اعيش ازاي مش عارفة اخواتي على مدد وهم متضايقين ويعني غصبا عنهم بعطولي مضطرين لو رحت عايشت معاهم ولكن لما رحت عايشت معاهم اكتشفت ان انا عايشة في طبيعة بيت مش بيتي مش دول اخواتي اخواتي الاتنين غيروا ديانته وانا موجودة في وسطهم لسه بحاول احافظ على ديانتي الاسلامية اللي انا متمسكة بيها وبعداتي وتقاليدي اللي بقابل وانا بمارس تقوسي وانا ست ملتزمة بقابل يعني نظرات مش مريحة من زوجات اخواتي كنت وقتها بنزل بشكل مستمر بروح المسجد انت ميت الى نشاط ديني في جمعية دينية اعمال خيرية وهنا بدأت اتعرف على انسان الانسان ده شاء القدر رغم انه كان اكبر مني برضو في السن ولكن شاء القدر انه يحصل جواز ما بيننا احنا الاتنين وكان بيجهز علشان يسيب الدولة الاوروبية دي ويرجع الى دولته العربية رجعت معاه وبعدت عن اخواتي وكان الهدف برضو او اللي خلاني اتقبل فكرة الزواج من راجل اكبر مني في السن بسنوات طويلة يعني كوني عايزة اخلص من زوجات اخواتي اللي مقرقيني طول الوقت ومحسسيني ان انا انسانة غير مرغوب فيها سبت الدولة الاوروبية ورحت للدولة العربية وكان الراجل ده من عيلة كبيرة ولو اخوات كتير ولو عشيرة كبيرة اشبه يعني بالقبيلة عشت بينهم ومع مرور الوقت حصل تحول غريب في حياة الراجل ده بدأ التزامه الواضح يعني يخف قوي بدأ يسهر برا كتير بدأ يشرب كحوليات كتير خمور كتير معظم الوقت وده اثر على صحته بشكل ملحوظ كان وجودي في حياته وجود يعني مهمشني طول الوقت مش اساسية ما بيلبي ليش رغباتي الزوجية وانا في عز شبابي ما كانش بيراعي ربنا فيا في المصاريف وكان بيسيبني في البيت باليوم الكامل وباليومين وهو عمالي قد صهراته رغم سنه الكبير لغاية ما تدهورت بالفعل صحته وأصيب بمرض في القلب ومشاكل في الكلا وبضعف عام في جسمه نتيجة الصهر الكتير والكحوليات والمصاريف جم الناس ريبوا ضغطوا عليه اكتر من مرة ولكن ما فيش فايدة البنت بتقول انا من جوايا او الست طبعا في المرحلة دي بتقول انا من جوايا انسانة ملتزمة انسانة بحب ديني انسانة فطرتي ما زالت سليمة اتعرضت للظلم في تجربة الزواج الاولى قبلها على طول اتعرضت للظلم في طبيعة معاملة ابو ياليا وكره الخلفة البنات زوجي نق كذب علي وما خلفتش منه وكان مريد امي ظلمتني في الزواج الاول سابتني ورحلت متأثرة بالمرض اخواتي تفرقوا عن فكرة لم شمل الاسرة وكل واحد غير دينه علشان يرتبط بانسانة من ديانة اخرى وخدها وهاجر الى بلاد غير اسلامية انا ما زلتم حفظة على ديني ومتمسكة بديني ولكن بيشاء القدر ان انا اضحط في بيت واحد مع راجل غير ملتزم اصبح منفلت غير مهتم بصحته غير مهتم بي انا دلوقتي اعتبر مقطوعة من شجرة بمعنى الكلمة وفي صراع نفسي كبير جدا اترك هذا الراجل طبعا لو تركت الراجل ده اروح فين وانا مليش حتى بشكر حضرتك على لرسالتك لبرنامج المحاكمة عبر الصفحة الرسمية للفيسبوك وبقولك كتير من الناس بيظلموا في الحياة دي بفعل الناس اللي حواليهم واولهم الاهل اقرب الناس ليهم الاب ظلمك في الاول بالمحاملة السيئة الام ظلمتك لما جوزتك جوازة يعني كان مفروض انها تبحث ليك عن زوج افضل اخواتك طبعا بعدوا وتفرقوا ومرعوش ان ليهم اخت مفروض يحافظوا عليها حتى لما رحت لهم ومحاموكيش من زوجاتهم النهاية اللي انت موجودة فيها دلوقتي اكيد نهاية صعبة كل اللي اقدر اقولهولك مش هقدر اقولك سيب الراجل اللي انت موجودة معاه وامشي حتمشي فين وانت سيدة زي ما بتقولي وحيدة في بلد الحاليا البلد اللي انت موجودة فيها بلد انت غريبة عنها مش منها يعني انا في الحقيقة يعني مش فق عليك ومش فق وانا بقولك انه لا تملكي الا الصبر والتوجه الى المولى سبحانه وتعالى والدعاء بانه لو استمرارك مع هذا الرجل فيه صلاح ليكي وفيه مصلحة ليكي وممكن يتعدل في يوم من الايام ويرجع للطريق المستقيم ويراعي ربنا فيكي واحوالك تتعدل ادعي ربنا انه تستمري مع الراجل ده لو مفيش اي فايدة والراجل ده نهاية طريقه نهاية مش كويسة وهيظلمك معاه اكتر من كده فادعي ربنا انه يبدل الحال بالنسبالك ويفرجها عليكي وتلاقي طريق افضل وحياة افضل شكرا ليكي وشكرا لحضراتكم على طيب المتابعة وان شاء الله نلتقي في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة اشتركوا في القناة